اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من بنامج حوار حوار على اغيميانفو.com ضيف اليوم هو رئيس ايرا بيرام الدهع بيت النايب البرامان والمرشح من انتخابات الرئاسي اهلا بك في هذا الحوار سؤالي الاول بسيط بداية حسب رأيكم كم عرض السكان من شريحة الحلاطين الذين تمارس عليهم حتى يومناها العبودية 20% من السكان موريتانيا تمارس عليهم العبودية القصرية المنزلية الوراثية فهم لا يتمتعون باوراق ثبوتية ولا يدرسون ويعملون بدون راحة وبدون التعويض ويتعرضون النساء منهم تتعرضن للاغتصار وكثير من الممارسات الخطيرة المحرمة في القانون الوطني والدولي وهذا الرقم جاي من تحريات معدلتهم اراع بصفة مهنية في اكثرية الولايات الموريتانية وحد ليكذبهم كيف الحكومة والله حد مع الحكومة والله حد من المرجفين الناس اللي دافوا عن العبودية اللي يكذبوا هذا الرقم اللي عندنا نحن لابد دالوا من يقبل يقنع الحكومة اللي فاتت توافقت مع الأمم المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي عنها اللي يتعدل بحث مستقل عن العبودية وعدد الناس المتضرين منها وكيف ييتهم موريتان وعقبة تراجعت عنه من انجسة نبض المجتمع وجبرت عن بحث المستقل عنه ليظهر للعالم أرقام مخيفة جدا وصادرت المشروع اللي فات قررت الأمم المتحدة عن يعود يشرف عليه البحث الموريتاني عبدالويدود للشيخ حسنا حسب رأي إيرا عشر في المسكان الموريتانية تمارس عدم العبودية في يومنا هذا 2019 حسنا سؤالي الثاني السيد الرئيس محمد العبدالعزيز أكد من فترة طويلة كما تعلمون بأنه لا يرغب في مورية ذالذة هل يمكن قول حسب رأيكم بأن هذا القرار قرار جيمقراطي ونبيل من أجل تناوب على السلطة في موريتانيا؟ لا يقول لهم أنه لا يرغب في مأمورية ذالذة هو حاول مأمورية بشدة الطرق والتالي حاول من أجل أفراد أسرته وشمال القطاط السماء السماء المقربين منه اللي حول لهم فضط الدولة كامل وخائرات الموريتان قال لهم عنهم يمشوا يقيسوا البرلمانيين ويقولوا لهم عنهم يقيروا الدستور في البرلمان من دون أنه يعود ظاهر ذلك المبادرة ذلك المشروع المدمر وعقبوا وقفوا ضدوا الناس وتو كي كانتوا وقفوا ضدوا كيف وقفوا ضدوا يكساعم جلس الشيوخ ورفات تقيروا للدستور وكيف وقفوا ضدوا الشعب الموريتاني في الاستفتاء للدستور اللي ما وقف حد إلى صنادق الاقتراع هذا هو يملاهم وكيف هم اللي وقفوا ضدوا النواب البرلمان اللي من المعارضة واللي من المولاد لكن هاري لين ما خلاوا ووقفوا ضدوا اللي واحدين ماهم نواب واحدين في الجيش واحدين بلداء مراك زخرة من الدولة وتراجع هو على مضض بذلة وانهزم وقال عنه ما يدورها وشكر حتى الناس اللي كانت تدور تعدلوا مأمورية ثالثة وقال عنه ما يدورها ولاننا شاكرينوا عليها نحن هالموريتان بين اللي فقرنا ودمر وحدتنا وزرق الاحراطين على البيضان وزرق البيضان على الاحراطين وفرق الناس ودار فينا الإرهاب ودار فينا المذاهب الإرهابية اللي مستوردة واللي الدور القتال واللي الدور تقاتل نبيناتنا واللي ما هي سلامها موصحي حقا ولاننا شاكرينوا على شيء بعراء واحدة ما نشاكرون عليه جواب واضح إذن حسب إيراء عزيز لقى قرار عزيز لم يقع كان قرار فردي حسب رأيكم قرار اللي تراجع عن الاستفاد ما يجبر حد يعود معه وتراجع عنه باللي ما يجبر حد يعود معه سؤال الثالث على الانتخابات الرئاسي المقبلة هل ترشح لرئاسة الانتخابات الرئاسي المقبلة موريتان الحق يترشح لها حد دي مرقها مديد دوام أصلا مترشح هي لما ترشحت أنا لكم موريتان أخلاق وأنا هو اللي وقفت بوجه هذا النظام أنا وجمع المعاية مستعجي سكت الناس كامل ومزق الناس كامل يا غيرب قينا نحن هي الإراءة وأنا على رأسهم قينا في المواجهة معنا ودخلنا الأحباس ودخلنا المحاكمات ومرقنا منهم من تصريع لي ومهمتنا هاتفات ما خلصنا رقاب الموريتانيين من نظام محمد والعبد العزيز ونسوهم ونقطعوا هذه العشرية السنوات العجاب سنوات البوس سنوات النهب سنوات التفرقة سنوات التطرف سنوات الشحنة هذا لا بد من مرقو منها الموريتان لأن مرقو منها بسناديق الاختراع اللي ينقصوهم نقصوهم هنا مترشح لرئاسيات رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الفين وستاطي شهر يونيو ونظروا نهزمه العبد العزيز ووجهي من نداء الجميع الموريتانيين والموريتانيات اللي معارضين حق حق واللي شافتهم موريتان واللي مشفقين على موريتان واللي دور مستقبل موريتان جواب واضح لو فرضنا أن بيرامة ده العبيد رئيس الجمهورية الموريتانية ما هي أول سياسة اقتصادية واجتماعية ستطبقناها في البلد بشكل عاجل بشكل عاجل منهن نقبل رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ماني لهن عدل شيء بعد قاع ما جلسوا مع عيط الموريتانيين كامل تقدر نظر عن حزابهم وعن فيئاتهم وعن وظائفهم وعن مراكزهم وعن لقاتهم وعن عراقهم واجتمعوا كامل اللي نعدلوا وقف التأمل وهم رئيسان لها ستين سنة وهي من عند ويلة إلى ويلة نجتمعوا وليه تخلق يخلق مؤتمر وطني والتفاف وطني ونقاش وطني من خلاله اللي نمرقوا بالسياسات العريضة اللي نعدلوها اللي الأول منهم سياسة عرد صع اللحمة الوطنية جبر أضرار اللي اضرت منهم الوحدة الوطنية وذيك الورشة الوطنية اللي فيها جميع الوطنيين اللي فيها جميع الموريتانيين فيها جميع الأحزاء جميع المنظمات المدنية اللي نخرجوا منها إن شاء الله بذيك الورشات وذيك البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية اللي نمرقوا بالموريتانيين حسنا دعنا الآن نتكلم قليلا عن شخصيتك شخصيت برامد عبيد البعض يرى في نضالك من أجل حوق إنسان ومكافحة العبودية هدف نبي لا شك لكن بعض الآخر يتهمونك بدزاع عنه بطريقة غير أخلاقية أحيانا تلفظ كلمات وألفاغ غير لائقة بالسياسي ألا يجب على السياسي المثقف بأن يكون ميذالي لجمهوري ما ردك على ذلك أولا وقبل كل شيء هما ذوك ما هم هما اللي هما ذوك اللي تقولي عنهما يلفظوا ضد شيء ويقولوا عنك كذا الآخر سيكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يلوشي بكلام أبو لهب والله أبو جهل ما قد يلوشي به ما هم على جهة أنا أمو اللي وذيك الناس تقولوا عنك ما أنا على جهة نحن أنا هما البننا الرأي العام الوطني والدولي والرأي العام الدولي قبل موقفهم عيانا بيلي أنا هو أكثر تكريم شخصية في منطقة قاع أفريقيا كامل والعالم العربي كلي فيها نحن الغرب أفريقيا وشمه الأفريقيا وارتكريم أنا عن ذو ومجتمع الدولي كبال موقفهم والمجتمع الوطني أنا هو الناشط السياسي والحقوق الوحيد اللي جندت ضد الدولة قضاءها المأمور وإعلامها المرجف وعلماءها الغير عاملين ومطبرينها مطبلين الكروش مطبلين الرشوة مطبلين الزور من جميع الفئات جند ضد منذ عشر سنين حنيني منذ عشر سنين ومركت منهم مروق إبراهيم عليه السلام من الممرود وقومه وقطع عني داروني في الحزب منعوني من حزب مشرع منعوني من منظمة محرمة وعدوا علي الدعاة ومزاري عدلها من خلال من خلال ذلك يوحوا من عندكم ما الحق صحابة تطرحوا كيف ذلك ذلك وقفلوا علي ياما السجن سابق الانتخابات القفلة الرابعة السجن الرابع المحاكمة الرابعة في شيء يقل من عشر سنين شيء ما يلحق سبع سنين وعدلوا الزرق وأنا في السجن ومشاوهم بموالهم الطائلة وجندوا جواسيسهم وجندوا منافقينهم وجندوا مرجفينهم ورشحهم وطاهم الوتات وطاهم الفضة وفتحهم التلفزات وفتحهم الرجوات ونجحتانا من السجن نجحني الشعب وحملني البرلماء وهم الأخرى يقالبهم حسن يا عمد داعب حسن لكن بعض التهموك بالتحريض على الحرب بين جميع شراح المجتمع ما عدوك على ذلك جزاك الله وخير التطرحية والسئلة اللي يوردوا على لسنتهم هؤلاء هي الحرب الحرب هو الحرب يعدل هلا حد بعد قاع يوم بالعنف أنا ما نوم بالعنف والتكريم اللي جبرت من عند العالم كامل غساني وكرمت بيا اللي مناضل يرفض العنف وبيا اللي مملي وحاكمتهم مملي ربع محاكمات هم موريتان وصحابين حاكموا يوسم المحاكمات عشرات منهم وعذبوا ونجابوا المحاكم المحاكم بعد ما قط حاكم علينا بالعنف ولا قط ديارنا نجبرهم السلاح ولا قط جبرهم لمدافع ولا قط ديارنا تفتشهم الشرطة وتعتقلنا وتعدل عن البحوث وتكرع لنا الجواسيس ماذا قط جبروا 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 خطة مكتوب في هالعنف ذالعنف لا إرجافوا توفوا إرجاف قريش ذيك الساعة لما النبي صلى الله عليه وسلم معه ما هو شيء كبار من قط جواب واضح دعنا نتكلم قليلا عن نشأة الدولة في موريتانيا يوم 27 إبريل 2012 حرقتم بعض الكتب لميهب المالكي هل حسب رأيك أنت بيرامر داعبات الدين هو السبب الرئيسي للعبولية في موريتانيا؟ دين قاعدة موفي أنا مولي دين 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 موفي دين دين أفت الله للجماعة اللي تستخدموا إياك تتعبد الناس واللي مولي في ما عندها مواجهة شريفة تعدلها الحد بينما هكون بالرجاف والكذب والنفاق والتزوير اللي كامل محرموا الدين هم ذو كامل اللي ضدنا نحنا اللي دعوا عنهم مع الدين وما يستعملوا الرجاف والنفاق والكذب والتزوير أنا والدين بريء منهم وردها كان مالك مهاني قاعدوا الكتوب مهاني قلت أنا رافض قلتهم ما تقولوا عنه كتاب مالك أنا قلت عنه مهاني كتاب مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دارو الزجرة قلت عنهم هم كتوب وكتوب مع الدينهم شي من الرجالة في زمن ضعف الأمة الإسلامية كيف ضرك وفي دويلات هون في الشمال إفريقيا دويلات برياء للعبودية وعلى انتهاكات الدين وانتهاكات النصوص الدينية وعدم الامتثال بيها وقاط عنها كتوب تبيح عراض المسلمين وتبيح بيع المسلمين وتبيح اغتصاب المسلمات وتبيح إخصاء المسلمين بحجة عنهم عبيت وانا نعتبرها كتوب دينية ولا كتوب إسلامية كتوب شيطانة وكتوب شياطين وكتوب نخاسة وقدتها مرات ومازلت نقولها ونكررها ونعتبر عني أكبر عمل عدلت وانا قاع في صالح الدين ولا يشفع لي بهم ولا أنا في قبري يوم ما يبع روح روح لا أحريق يلدو كتوب نخاسة وذا هو عندي وما زال عندي والمحاكم المولي الموريتانية اللي قدموني شورها حسنا حاني المحاكم الموريتانية اللي قدموني شورها المرجفين اللي منه العبد العزيز والناس اللي تابعته كامل محاكم اللي قلبها تحكم عليها بشي وخط المللي مرفوع الرأس بري حسنا حسنا برأيك إذن المذهب المالك هو اللي باحل عبو جيف موريتانية تفسير بعض ما هو اللي قد ما دائما عكت تفسير ما الله ما قدت قد أنا قدت لك عن ذلك كتوب ما قارج مش علم المذهب المالك عن مالك ما قارجوا عليهم مشي مالك لكن بعض العلماء قالوا علماء كذبوا المو علماء إلا قالوا عن ذا يقولوا مالك والله عنده مالك قدتان عنهم كذبوا قلوا حشاهم قدت عن ذلك كتوب وما قالهم شيء عن مالك عن مالك إمام دار الهجر رضي الله عنه رجل عالم عامل من العلماء العاملين ومن المولى التابعين وقلت عنه إذا ما يعدلوا إذا مسوق عليه وتوه ذو اللي يقولوا هذا وكتب مالك قالينها إياك يشرعوا ويكسروا هروس الناس عن ذا جاي من عند ملانا وعنه جاي من عند مالك يغير كذبوا بها حتى ولو حشان حسن جواب واضح بعض الموريتانيين اليوم وطالبون وفي دولة علمانية ما رأيك في ذلك منشاء دولة علمانية في موريتانيا الموريتانيين أنا بالنسبة لي ذوك اللي يقولوا عنهم علمانيين اللي الناس قاaal منهم خير من ذو الناس اللي يقولوا عن الموريتان ، دولة يالله عد ودينيّة،، وعلى دولة دينية وهم معدّلين فيه عمل الكفاء معدّلين فيها عمل إتهاك الدي هذا النظام بالعبد العزيز إذا يعدل ما قارجوا على الدين النفاع والكذب والتزوير والظلم وسرقة موال الشعب وسرقة موال الخاص وتعباد الناس والزنا بالخدم على ما حاجة عنهم أخدم وعدم نصرة الضعيف ومولاة الأقوياء هذا هو نظام قريش الذي كانت سعزم الكفر حسن العلمانية ما رأيك في العلمانية إيران في موريتانيا هل أنت معا أو ضد إنشاء دولة علمانية في موريتانيا موريتان قلت لك عن ذا الواقع خير من هدولة فرنسا اللي دولة كافرة من قد العدالة بيليانا سمعت ولي الددو راسه تسجيل تلفزه تلفز المرابطون قالوا الوارواجيين شيني معناها نحن دول المسلمين كيف موريتان فيهم الله الظلم والكوارث فيهم الله الجوع فيهم الله الجوع والكوارث وشيني معناها دول النصارى كيف فرنسا في هالرخاء قالوا بيه اللي ذوك دول النصارى ذوك مبنيين على العدل مبنيين على العدل ظاهر لي ظاهر لي أنا هذا النموذج اللي مقدم للمسلمين في موريتان نموذج الأحكام الظالمة واحكام السرار واحكام الظلام أنا من يتم خالقه عن الناس كامل اللي تطلب دولة علمانية وإلى عادوا المسلمين إذن أنت مع الدولة العمانية في موريتانيا دولة العمانية في موريتانيا منين تعود عادلة منين تعود عادلة ومخلية كل حد يعبد ربه ويبني مسجده ويقري أولاده القرآن ويقري أولاد الأخلاق وليمانعتمونهم بالنسبة لما قد يدفعي سعرية ودخال جواب واضح شكرا أشكرك جزيز شكرا السيد بيرام الدهل عبيل هل لديك رسالة تريد أن توجهها للشعب الموريتاني قبل انتخابات رئاسية أول رسالة عندي اللي يوجهها للشعب الموريتاني أساسا عن هذا النظام اللي حاكم عليها مضار أنه النظام يستخدم عاطفة الموريتانيين ويستخدم مشاعرهم الدينية والأخلاقية إياك مرر برامج اللي لا تمتوا إلى الدين بصلة ولا تمتوا إلى الأخلاق بصلة ولا تمتوا إلى الحق بصلة نبقوهم يتمعنوا النظر ويفاصلوا الكذيب من الباطل وتوذول عني شكرا جزيلا شكرا على هذه المقابلة إلى لقاء آخر إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة